سؤال النهاردة يوم الجمعة بالنسبة لك لما بتخرج فيه هل بتروح نفس المكان ولا بتكتشف أماكن جديدة يعني هل انت عندك نوع من أنواع انك بيبقى فيه شكل رتيب في القصة دي او شكل معين في القصة دي ولا انت بتبتكر بتحاول تخرج برا الصندوق بتكتشف أماكن جديدة بتروح لأماكن ما كنتش في يوم من الأيام مخطط لها اعتقد ده يعني سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك و أول حد حنتواجه بيلي السؤال هو بسانت أعتقد يا بسانت بالنسبة لكم الجمعة بيبسل لك أنا روتينية شوية يعني يمكن حياتي اختلفت الفترة اللي فاتت إن أنا كنت عند بيت أهلي فكان يوم الجمعة بالنسبة لي النصف حاكيد في البيت أو لو جيت الشغل هنا برجع نيوم شوية أصحى أصلي أضمع أهلي بعد كده بالليل ممكن أنزل أشوف صحابي لكن دلوقتي اليوم يمكن اختلف شوية ابتديت إن أنا لو رجعت البيت هشوف أنا اللي محتاجة أعمله في البيت بعد كده طبعا هصلي تاني وبحب قوي طبعا فكرة البخور في البيت يوم الجمعة تبخر البيت كده وتحس باختلاف إحساسة يوم الجمعة بعد كده إنك تبتدي تشوف بالليل هتعمل إيه لكن كان دايما عندي روتين كده إن أنا بشوف صحابي وبس نبعملش حاجة تانية لكن بقى لي فترة ابتديت أزهق من روتين ده وبتديت إن أنا أفكر إنه قاهرة فيها حاجة جميلة جدا قاهرة فيها خروجات حلوة جدا وخروجات كلها تقدر إن أنت تعملها بنزانية قليلة يعني مش رازم إنك فكرة إن أنت تقعد في نفس المكان بيكلفك فلوس كتير جدا لكن لما أنت تبتدي تشوف الحاجات الجميلة في القاهرة وتبتدي تفكر يمكن برس صندوق اللي أنت عايش فيه أو متعود عليه طول الوقت بتلاقي إن القاهرة فيها حاجات حلوة جدا جدا تقدر إنك تخرج وتقضي وقت جميل من غير ما تلاقي نفسك دفع فلوس كتير وفي نفس الوقت أنت عملت تجربة مختلفة مش تقدر تعملها غير في نهاية الأسبوع أو في الويكند بتاعك اللي هو يوم الجمعة طيب بما أن رمضان على الأبواب وكل سنة حضراتكم بألف خير أنا عملت زي كده يعني ريسرش كده بسيط قوي قوي بحث بسيط وقعدت تفتكن مع نفسي كده يمكن الأماكن اللي الناس كتب تخرج فيها رمضان اللي فات أو يمكن أنا كمان خرقت فيها رمضان اللي فات وكتلطيفة جدا جدا وهديكم كابسولة كده بسيطة ممكن نعملها لو حابين أن أنتوا تغيروا يوم الجمعة روتيم بتاعكم وتعملوا حاجة مختلفة بالذات كمان في الأجواء الرمضانية اللي بيبقى ليها يعني حاجة مختلفة كده طعم مختلف بها هي فخليني أقول أن يمكن من الحاجات اللي كلنا جربنا نعملها أو حاولنا نعملها الفترة اللي فاتت هي المراكب النيلية وأنك تاخد مراكب في النيل كده بالليل بعد الفطار أو حتى على الفطار في بعض المراكب بتعمل فطار عليها أو تاخد أنت فطارك وتروح على مركب وتستمتع بمنظر النيل ومنظر القاهرة الجميل وتشوف كده معالم القاهرة كلها ومعالم القاهرة يمكن كمان فيه زينب خاتون اللي الناس بقت بتروحها يمكن بعد الفطار وتتسحر فيها الفول والطعمية والمخلل كده على بالليل في أجواء القاهرة الأديمة وتستمتع بها الحسين طبعا وشارع المعز بيت السحيمي بيت السحيمي اللي في الحقيقة بيبقى ليه طبعا خاص في كل أيام السنة مش بس في رمضان أنت لو رحت في أي وقت في أيام السنة هتلاقي الأماكن تنزيل لها طبع مختلف لها طابع مختلف أنت بتمشي في الشوارع حاسس أن أنت أنا ماشي في القاهرة القديمة ما في حقبة تاريخية تانية خالص تب وقت تاني بالزبط ومستمتع بالأجواء المختلفة شوية ليه ما بنعملش كده فيه كمان برج القاهرة اللي ممكن تروح وتاخد أولادك وتروح وتخرجه في برج القاهرة سقية الصوي المتحف المصري الكبير فيه كذا حاجة جديدة يمكن فتحت كمان تسهل علينا الأهرامات فيها أماكن كتيرة فتحت تخلينا احنا حتى كأصحاب يعني مش حتى يعني لو لو عيلة ومستصعب الموضوع شوية ممكن لو أنتو الشباب صغيرين فاستن خدوا بعضك وروحوا لأهرامات وتفرجوا وتشوفوا الأماكن الجديدة اللي فتحت وتفرجوا على تاريخ بلدكم عامل إزاي ويمكن دي من الحاجات اللي بتبقى لذيذة شوية مختلفة بتغير يومك بتغير مودك بتخليك بقية الأسبوع مبسوط لو خدت مركب في النيل في لوكا ومشيت بيها في النيل ومعملتش حاجة غالنك أنت وصحابك قعدت واتكلمت وشغلت وشغلت وشوية أغيني حاجة دي يمكن بتغير من المود وبتغير من الروتين اللي احنا متعاودين عليه كل يوم عايشين وكل يوم بنعمل نفس الحاجة كل يوم لكن لو احنا غيرنا في ده هيبقى عندنا روح مختلفة بقيت لأسبوع تدينا زي باور كده وطاقة أن احنا نقدي بشكل مختلف في شغلنا في دراستنا في الجمعة في أي مكان انت بقى يا مصطفى لما بتخرج يومك جمعة بتعمل نفس الحاجة ولا بتعمل حاجات مختلفة بالله يعني فكرة يعني أنا بخرج مع بناتي بروح النادي بروح لأمي لو اليوم بيمشي على مزاجي يعني أنا بحب السيمة أنا بعم مثلا فكرة حلوة جدا برفع الشعار ده محبش على فكرة قادة القهوة ولا الكافي ولا الشيشة ولا الطاك طاك طاك بصدع جدا والمطشاط والعجات فعلا بصدع بحب السيمة جدا ولو فيلم قوليودي ولو فيلم تاريخي ولو فيلم ملحمي فيلم عسكري دي الحاجات اللي بحبها يعني لما ينزل تلاقيني أول واحدة أروح أتفرج عليه بحس أن السينما زي ما بيقولوا فعلا هي الفن السابع مش بتجمع بس ألوان من المزيكة والحكاية والحبكة ولا لا هي بتصفرك في حتة تاني بتوديك حقبة تاني زي ما أنت قلت من شوية شارع المعز يعني شارع المعز أنا لو روحته أنا ببقى فاكر أن مثلا هنا كان فيه معركة معينة هنا كانوا الناس تجمعوا قدام السلطان الفلاني عشان كده لو قاري كمان وعارف كنت لسه أقولك جميل أنك كمان تبقى عارف المكان اللي أنت رايحه أبعده إيه وتاريخه إيه يعني كانوا لسه نشرين على الفيسبوك من كم يوم كده صورة البرج القهارة وهم لسه بيبنون زبط فتزي من الحاجات الجميلة هنا وقف عبد الناصر لما توقف عند الأهرامات هنا وقف الملك خوف وأبونا الكبير اللي عمل اللي بتاع ده يشوف من كام ألف سنة علشان يقول المصريين ويقول العالم ده القبر بتاعي يعني بس مش حاولوك أكتر من كده فلا في حاجات كتير انت كمان كل ما تقرأ أكتر حب التاريخ جدا جدا حب أقرأ فيه لأنه هو في النهاية هو بالنسبة لنا المرجعية الأساسية والتاريخ دايما زي ما أنتوا عارفين يعني بيعيد نفسه يعني النهاردة حصلت حاجة بكرة حتحصل زيها لو ربطت بشكل معين كده شوية خوارزميات زي ما بيقولوا حتلاقي نفس الجملة متصغى ولكن بنغير بس الأبطال بس فده سؤالنا النهاردة لما بتخرج يوم الجمعة بتروح نفس المكان ولا بتكتشف أماكن جديدة تعليقاتكم يعني حتسعدنا جدا حنقشها كلمونا وكتبوا لنا ودردشوا معنا على صفحتنا على فيسبوك منتظرين إجابات حضراتكم اللي حنستعرضها خلال حلقة اليوم بنصبح عليكم مرة ثانية وصباح الخير في مصر